رجعنا لحضراتكم من جديد طبعا مرحلة السنوية العامة وانتقالها من المدرسة لفكرة ان الطالب يروح الكلية حياة جديدة ناس جديدة ثقافات مختلفة أنماط مختلفة من الناس بلبس مختلف ما بقاش بقى فيه اليونيفورم بتاع المدرسة ما بقاش فيه مي سوماستر بقى فيه دكتور حاجات كده بتفاصيل بتخلينا نهارده أنه الشخص اللي داخل بانوتا أو ولد داخل الكلية ايه هو الاتيكات السليم في التعامل مع الناس في اللبس في ازاي تقبل الآخر والاختلاف اللي ما بين الناس وبعضها ده عايزين نهارده نتكلم فيه لأنه بيحصل شاك كده في بداية المرحلة اللي هي سنقولة جامعة لكن ازاي نحن نكتزها ونكتسب صدقات جديدة معانا النهارده الدكتورة ندين جات خبيرة الاتيكات صباح الفل صباح الورد اخبارك ايه؟ الحمد لله طبعا يعني اول نصيحة هنقولها للولاد خشوا انتم مبتسمين صح صح كده؟ طبع يعني انا شطرة شطرة جدا اقوليني ايه اول نصيحة لأول يوم كلية؟ الابتسامة زي ما قلتي بجد الابتسامة دي مفتاح لأبواب كتير جدا اه يعني تخيالي انت دخلها مكشرة او مفيش ملامح يعني مش اخد اي انطباع وبتطلبي حاجة غير لو ما تدخلي مبتسمة فتلاقي الشخص اللي قدامك متقبل اللي هتقوليه اه وتبتدي بقى تقولي كلمة من الكلمات اللطيفة زي من فضلك او بعد اذنك او لو سمحت وحضرتك اوكي فالشخصة حيسمع اكتر وحيهتم بيك وحيقدرك اكتر وبدل ما هتاخدي الخدمة بعد اياه لا هتاخديها مظبوطة ولطيفة وحضرتك جديد يتقلل كل الناس يعني الدكتور كمان الشخص اللي هو مثلا بي الموظف او حتى اللي بينظف يعني بحس انها لغة احترام للجميع المساحة عشان نحافظ على المساحة زي ما فيه في الاتيكات مساحة شخصية لازم نحافظ عليها اللي هي بطول درعنا ان احنا ما نلزقش في بعض زي ما فيه مساحة برضو في الكلام فانا لما بقول يا فاندم وبقول حضرتك وبقول وبالتزم بالالقاب انا بعمل المساحة وبحط حدود فده مهم امتى اقول اللي اصغر مني حضرتك لما يكون مديري وانا مش هينفع يبقى لغة الحوار فيها انت احنا في شغل طيب دخلتك كلية انا تفكيري معين ستايلي معين شكلي معين فيه ألمات مختلفة واحنا للأسف يعني دايما بنعايش ولادنا في مجتمعات منغالقة لشبههم بس مجتمع الجامعة مفتوحة غير المدرسة فازاي اخلي نفسي بقى تتقبل الاخر بثقافتهم بعداتهم بتقاليدهم بكل حاجة لازم احترم الاختلاف ربنا خلقنا مختلفين كلنا عن بعض زي ما كل بني قدم لي بصمة مختلفة فاحنا شرايح مختلفة وما ندركش يعني اعلم ولادي او اقولهم ان ما ينفعش ان هو يدخل في علاقات وينبهر يعني يحاولوا الولاد في الاول يتفرجوا ويسمعوا ويعرفوا الشخصيات كتير من الولاد بيبهرهم تجمعات معينة او بعض التصرفات في المجتمع المنفتح اوكي تمام؟ طيب هل حضرتك من جاري يونيفورم انا اسفل انا بقاطع حضرتك لا تفضلي يعني هما خلاص اليونيفورم بتاع المدرسة بطلناه والميس والماستر والحاجات دي انتهينا احنا داخلين على مرحلة جديدة تعتبر بروفا للحياة العملية اوكي هي بتأهلنا طيب حريب بتشجعي اكتر انه اروح اصاحب اللي شبهي ولا لمختلف عني اتفرج شوية اهدى اقرى الناس اعرف بلاش اول ما اروح اشيل الكل فوانا بتلقائية اصلي ممكن بعد فترة خلاص يروح الانبهار بالاختلاف ولاقي نفسي اتزحلقت في وسط مجموعة لأ بعكس اتجاهاتي اه لان كل بيت وليه قانون فما ينفعش ان انا ادخل في وسط جماعة معينة ليها اتجاه معين الوسطية مطلوبة وبعدين ده حرم جماعي احنا رايحين عشان ايه احنا طلاب علم يبقى نهتم بالمواد بتاعتنا بالدكاترة بتاعنا مفيش مستر ومفيش استاذ ومفيش انت في حضرتك طب اكثر يحجز مع دكتوري ازاي خاصة لو دكتوري حازم شوية بشترتي واهتمامي والتزامي بمعاد المحاضرة بتاعتي وان انا ما اطعوش وهو بيتكلم وما تفلسفش عليه ايوه وما اعملش تصرفات غير لائقة ان انا احضر بعض المحاضرة ان انا خلي صوت الرنة بتاع التليفون عالي لا طبعا لازم يبقى سايلاند في المحاضرة ان انا اهتم يعرف ان انا بحضر له على طول وعلى طول منضبطة وعلى طول كل ده بيفرق غير بقى لغة الجسد والمظهر العين طيب هل اللبس بقى جينا المرحلة مهمة بنشوف حاجات عجيبة في سنة أولى جامعة دي ايه طالعين من المدرسة بعض الاسر طبعا بتبقى ماما بتقول كلنا كنا كده بالمناسبة ما ينفعش نحط ميكاب واشريح ناسس وغنانين بنلاقي بقى الولاد او البنات تحديدا دخلت الجامعة ايه لبس عجيب اه الجنلات انت راح بالستايلات اللي هي الشيفونات والستيرتر والدي الروج لاحمر ايه 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 انت راحة جامعة هم سبغات شعر صفرة وخضرة وزرقة استعراض ايه يعني انا بحس انه انا كتالناس بتستغربني لما كنتش بحط ميكاب اه يعني يقولولي انت ما بتحطيش حاجة ايه يا جماعة هاجي عمل ايه الصبح اه الفكرة ان لازم يبقوا فاهمين وعارفين ان ده مكان احنا رايحين طلاب علم اه وعلى حسب نوع الكلية سواء عملية ولا نظرية اه بتفرق في الشنطة وبتفرق في اللبس اه اه لان اللي بيبقوا في كليات عملية بيبقى ليهم شونات معينة ولازم تبقى حاجاتهم مهندمة اه ما هم من الاتيكيت غير ان انا احافظ على المساحة الشخصية وازاي امشي وازاي اقعد كبنت فوسط الولاد اه لازم برضو يبقى حكتي منضبق ما ينفعش يبقى بقى ماشية في ايدي الموبايل وفي ايدي شنطة وفي ايدي كتب وفي ايدي لا 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 شنطة واحدة تجمع شنطة واحدة تجمع وتبقى الحاجة مظبوطة ما ينفعش ان انا افضل ادور فترات طويلة ايه ده هي فان هي شنطة هي راحت فين هي حق لازم يبقى فيه شوية نظام اه اه وكمان ابعد بقى عن المناظر اللي هي ما يصحش احنا رايحين ندرس يالبس كعب لا تبقى مرفوض مرفوض لان انا بقى دي طول اليوم المفروض في المحاضرات في الجمع انا رايحة طال بتاعي يا قلبس لبس موريح قلبس لبس مش سهل ان هو يتسر واسع مش لازم داية واسع البانتالون الجينس التي شيرت القطن الجزمة الرياضة ايا كان نوعها ايا كان لونها الفكرة ان انا يبقى شكلي فيه انسجام الاتيكتب بيقول انت فين ومع مين اه لو انا دخلت المحاضر بدارس ولقيت الولاد لابسين طبيعي وحاج ملفت ففيه يعني فيه عدم انسجام فليه ان احنا لا احنا ممكن نبقى مميزين بدراستنا بشطرتنا بالتزامنا بحضرنا اه انا معا مبلاش ميكاب احنا ممكن نهتم بالعناية بالباشرة حدد رسوش خطيفة احدد الملامح اه تحديدا للملامح اصلا ايه الفرق ما بين ان انا رايحة ادرس وان انا مثلا خارجة مع اصحابي او رايحة احضر مناسبة بالضبط زيها زي العطور يعني هل ينفع انا حط عطر معين في فرح بالليل واه اروح الشغل بتاعي او اروح دراستي وانا بنفس العطر او بنفس الرموش المتركبة ده حتى البرفيمز ليها يعني الصبح حاجة وبالليل حاجة طبعا طبعا فمهم جدا النظفة الشخصية اخدوش كل يوم اخسل هدومي واكويها مش لازم تبقى هدوم كتير ممكن يبقى طاقم طاقمين ثلاثة سهلين ان هما مش بيحتاجوا مكوة كتير مش بيتوسخوا بسرعة اه يعني ما روحش بابيت انا حقضي طول اليوم بار انا لو اتخبطت في باب وسندت على حاجة حصل اي موقف الهدوم هتبقى مش نظيفة طبعا بنزل الولاد بقى والشرطات والحاجات اللي قطعوا هو احنا في المصيف كلام ده مفيش هو احنا في النادي ده حتى في بعض الاماكن في بعض النوادي ممنوع يدخل فيها بالشرط طيب هحط الجملة بيقولها الشباب حرية شخصية فين ما هي دي بقى اللي بتدايق انه في فرق ما بين حريتك الشخصية وما بين انت رايح فين لا هو انت مش في بيتك يعني هل ينفع ان انا اروح اشتري حاجات من السوبر ماركت وانا لابسة فستانسوري او هو يبقى رايح لابس بدلة لا ده مش لبس مناسب لكل المكان اللبس بتاعه صحيح فهي هي انا رايحة دلوقتي طالبة علم ازاي انا اروح بكعب عالي او ان انا مركبة رموش او ان انا مركبة دوافر او ان انا لابسة كعب ملفت او ان انا لابسة داية او شفاف او جلد او بيلمع لا 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 ولا حتى اكسسوارات ملفتة ايوة صح يعني فيما بعض هم هيعرفوا في الاتيكيت المهني ان لو اشتغلوا في مجال خدمة العامة لما ينفعش يلبسوا حاجة ملفتة للنظر تشتت العميل عن الطلب اللي هو عايزه ايوة صحيح يعني حتى احنا كموزيعين اهو وبرنامج صباحي ايه لازم ابقى سيمبل الوان هادية ما بقاش عالصبح كده يعني حتى احنا لينا اهو بس بيحتالف موزيع غير موظفة في بنك غير موظفة في شركة يعني كل مقام المقاش بالزبط كده اهو فاحنا لازم نعرف نفرق هل ينفع اروح العزة وانا لابسة ملون لا هل ينفع اروح الفرح وانا لابسة جينس مقطع وشك ليه الناس بيعزمونا في الفرح عشان يتشرفوا بنا عشان يتبست صحيح نفس الموضوع بالنسبة للكلية قلبس لبس مريح قلبس لبس عملي ما يتعبنيش ما يجهدنيش شيك شيك الوان لطيفة حتى المحجبة تختار طرح قط تختار طرح مريحة تبين جمالها تليق معلوم بشرتها تليق مع لبسها بس نبعد عن التركيبات العجيبة الملفتة صحيح عايزة تبقي ملفتة عندك المصيف تبقي ملفتة في خروجة سينما خروجة اي انكانت الخروجة ولكن احنا رايحين طلاب علم فنحاول ان احنا نلتزم الشورت مش مكانه خالص الكلية انا بشكرك جدا الدكتورة ندين جات خابرة الاتيكات على النصايح الحياة مهمة جدا جدا للطلبة لانهم ببقوا فاهمين الشياكة غلط وفاهمين الحرية الشخصية غلط فيعني اهو عندنا يعني خابرة ااتيكات يعني بتدرس للناس مهمين جدا وقطاعات مهمة بتقولنا الشياكة في البساطة والشياكة ان كل مكان لشيء بتاعه او الكود بتاعه فنتمنى ان ولادنا يسمعوا الكلام اشتركوا في القناة